مشروع سد الفجوات وربط المستوطنات هو المشروع الأسرع تنفيذا على الأرض فبعد بناء كتل استيطانية ضخمة حول القدس المحتلة اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء تشرع بملء الفراغات بين المستوطنات لإقامة الحزام الاستيطاني الذي يعزل القدس تماما عن الضفة الغربية ففي الجنوب أقرت مشروع بناء ستة ألاف وحدة سكنية في مستوطنة تسور هداسة لتستولي على جزء من أراضي قرية وادفوكين الشمالية بيت لحم لاستكمال العزل جنوبا تسور هداسة موجودة على أراضي القبو في الثمانية وأربعين ما يجري الآن في هذه الكتلة أنها تتوسع باتجاه الخط الأخضر وهذا يندرج ضمن إطار النجوم السبعة التي ترحت شارون في عام 1990 عندما قال سألغي الخط الأخضر وبفعلا أقام مجموعة من المستعمرات الإسرائيلية في داخل إسرائيل وفوق الخط الأخضر وفي الضفة الغربية مستوطنة جيلو أيضا ستتوسع فالحديث عن ثلاثة ألاف وحدة سيبدأ العمل بها قريبا أما شمالا التوسع هو بزيادة وحدات سكنية في مستوطنات بيسجات زئيف ورمات شلومو وقفعات زئيف لاستكمال الإغلاق المحكم أما الإدارة الأمريكية فلم تصدر منذ تولي ترامب أي بيان تستنكر فيه التواغل الاستيطاني في القدس مقارنة بالإدارات الأمريكية السابقة أما الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا فكل ما يصدر عنهم لا يسمع إسرائيليا وهذا لم يحدث مع أي إدارة أمريكية سابقة لأنه معظم الإدارات الأمريكية السابقة كانت تتكلم عن حل الدولتين كانت كثير بتنتقد كمان موضوع الاستيطان في الضفة الغربية ولكن من لاحظ هلأ أنه الإدارة الأمريكية أنه فيه هناك يبتعطي شرعية للاستيطان وهذا فيه تصريحات أكتر من تصريح أيضا للسفير الأمريكي في تل أبيب الاستيطان لم يبدأ اليوم بل منذ أول يوم احتلت فيه القدس ومزال مستمرا بلا هوادة وبدعم مالي وسياسي كامل من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة يمينية كانت أو يسارية التي وضعت القدس على رأس الأولويات رغم أن كل الإدارات الأمريكية السابقة ساندت إسرائيل سرًا وعلانية إلا أنه لا يوجد هناك إدارة أمريكية دعمة الاستيطان والتوغل الاستيطاني كما فعلت إدارة ترامب أحمد البوديري قناة الغد القدس المحتلع